أول شيء أشكركم على تواجدكم معانا اليوم ومشاركتنا فرحة الأهالي أيضاً والمنتزب الوزارة بعودة المسيرة التعليمية إلى الوضع الطبيعي بعد انقضاء الجائحة نحن اليوم في وزارة التربية والتعليم حرصنا على أمور عديدة ومنها أولاً تفعيل التواصل مع الأهالي من خلال تحديد أيام وزعت مدارس بحيث تكون في كل المحافظة أيضاً مدرسة أو مدستين تستقبل لها للكرام وأبناء الطلبة إذا رقبوا وفي نفس الوقت تستمر العملية لعدة أيام حتى وزعناها عشرة لا تكون فيناك جهد كبير أو ضغط كبير الطالب عندما يأتي أو ولي الأعاة ولي أمره أو حتى ولي الأمر نحن نعتقد أنهم شراكاء معانا في تطوير التعليم استطعنا كوزارة أن نتعامل بتعاون الجميع مع الجائحة التي مرت على الدول العالة ومتركت لها انطباع ولكن نتيجة توجهة قيادتنا الحكيمة بتوفير التعليم استطاعت وزارة التربية والتعليم أن توفر التعليم من خلال بوابة تعليمية متطورة بلق عدد اللي زاروها أكثر من 134 ألف مليون بين زيارة وتفعيل لما هم موجود عليها هناك كتب هناك مواد إثرائية وهناك كل ما من شأنه أن يخدم الطالب ويجد له البديل المناسب غير محطة قناة تلفزيونية 14 قناة يوتيوب وغيرها من هذه الأمور التي كانت تهدف أن لا يكون هكذا طالب لا يصل له التعليم واليوم الله الحمد نحن مستعدين لهذه المرحلة الجديدة ونقول إن شاء الله للجميع كل عاما أنتم بخير وستجدون وزارة التربية والتعليم كعهدكم بها تحرص وتتشرح بخدمة الجميع